اليوم عملت وصفة بجد حكاية سهلة وبسيطة وسريعة وكمان صحية يعني هعمل وصفتين ان شاء الله في الفيديو ده هيعجبوكم جدا و هيعجبو اولادكم بنكلهم بره في اشهر المطاعم طيب هي وصفة احنا هعمل وصفة صينية بتتقدم كده في المطاعم او زي ما بيقدمها كانتون كانتون اللحم بالطريقة الصينية او بيف كانتون بجد حكاية الوصفة دي بجد ما بتاخدش منكم يعني وقت كبير ممكن تعملوها بالدجاج او باللحم انا عملتها باللحم بطريقة سهلة فيها خضروات كمان طعمها بجد بجد حكاية يعني بجد بجد الوصفة دي لازم تجربوها خصوصا ان احنا داخل علينا العيد كل سنة انتو طيبين وعايزين وصفات بقى باللحم يلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ اول شي انا بجيب شرايح اللحم يفضل طبعا ان هي تكون من البوفتيك او الحتة النعمة انا حطهم فوق بعضيهم وحطتهم في الفريزر شوية علشان يتجمدوا معايا علشان اعرف اقطعهم شرايح بالشكل دا كده لكن لو لسه يعني لو فكت خالص مش هتعرفوا تعملوها شايفين الشريحة بتكون بالشكل دا شرايح نحيفة بنزل بقى في مقلاية بزبدة وزيت على حسب الكمية اللي انتو عايزينها وابدأ بقى انزل شرايح اللحم بالشكل دا افضل اقلبها عايزها تشرب ميتها بحطي لها كمان مجموعة من البهارات وكل دا هكتبه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو وفي صندوق الوصف بقلبها بقى كده بالشكل دا واسيبها شوية ونعمل بقى الخضروات اوريكم انا بقطعها ازاي علشان طبعا تكون بالطريقة الصينية انا بجيب الجزر احنا عارفين انه هو قاسي شوية عايزة اعمله من الاربع جوانب علشان اعرف اقطعه سلايس او اقطعه يعني شرايح طويلة بالشكل دا كده زي ما انتو شايفين بقطعه من الاربع جوانب بتكون معايا كده مضلعة بالشكل دا اروح بقى مقطعها شرايح واقسمها على اتنين عشان انا عايزة يكون صغير شوية مش طويلة لو بتحبوا الشرايح طويلة خلاص بتخلوها زي ما هي كده وتقطعوها شايفين بتبقى صغنونة كده والشرايح بتطلع متساوية وشكلها كمان حلو جدا بالشكل دا بقى انا اقطعت معايا كل الخضروات بالشكل دا مقطعها كوسة وبصل كمان بصل جوانح وطبعا توم الوصفة حلوة جدا بالتوم والجنزبيل المبشور لو عندكم بصل اخضر هيبقى احلى واحلى كمان انا بنزل بقى بالبصل وعايزة اديله تدبيله حلوة كده ادبله شوية بعد ما يدبل اروح نزل عليه بفصين من التوم وقال لي بالتوم التوم ريحته تطلع خلاص اضيف بقى الخضروات اللي عندي عندي سوية سوس بتحطه طبعا هي اصلها السوية سوس فبتحطه معلقة صغيرة او كبيرة على حسب الرغبة وعلى حسب زقنا طبعا انا بجيب السوية سوس اللي بكتوب عليها حلوة عندي فلفل الوان انا حفظه في الفريزر لو عندكم فريش طبعا احلى واحلى بس انا بحفظه بالطريقة دي بيفضل على طول معايا بحط كمان معلقة صلصة كبيرة وكباية من المية اللحمة دي طبعا مقطعة صغنونة مش هتاخد وقت كبير معينا اغطيها سيبها تغلي غلوتين واغطيها واسيبها على نار هادية جدا لحد لما ايه تستوي معايا لو لقيتوها عايزة مية تاني بتحطولها انا بضيف لها شوية ملحة عشان ما حطتش في التوابل وكمان شوية كاجو بيديها طعم وما بتاخدش وقت كبير خالص يعني بجد يمكن نص ساعة الاكلة دي تكون كلها خلصانة معاكم طيب نعمل مع بعض بقى الرز بطريقة سهلة بسيطة خالص وبيطلع بجد رهيب انا عاملة رز بسمتي لكل كباية رز بسمتي بتحطوله كباية ونص مية او حتى يغطي الرز يعني اهم شي ان يغطيلي الرز انا مش نعاوة لحاجة بس غسلته وشطفته كذا مرة وبعدين بضيف عليه المية السخنة لازم طبعا مية مغلية ما تكونش مية بردة واقلبه شوية طبعا علشان يتفكك ويطلع نسري معايا او يطلع يعني كل حباية لوحديها بحط بقى الملح لو عايزين شوية هيل شوية فلفل اسود زي ما بتحب وانا بحط معاك مان مستيكا وشوية ملح وممكن تحطوا فلفل اسود بحطوا مجروش مفيش اسهل من كده الرز مش بياخد بجد ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير والاكلتين بيكونوا جاهزين معايا شايفين اهم شيء المية تتغطى بالشكل ده اغطي عليه واسويه زي اي رز على نار هادية شايفين؟ يعني ماكملش بجد يعني التلت ساعة بالضبط والرز بيطلع كل حباية بقى مفلفل لوحديها يلا نغرف وصفتنا بقى شايفين؟ الكانتون بيف جاهز معايا برشله بقى رشة سمسم رشة السمسم تديله شكل وطعم كمان حلو جدا يعني مش كتير ونغرف الرز ايه رأيكم شايفين الرز ازاي؟ من غير ما نحط لزيت ولا سمنة ولا اي شيء ممكن تحطوله معلقة زيت مع الرز يعني علشان ايه تضمنه انه هو يتفلفل كتير ونحط شوية بقى دونس او كسبرة خضرة معاه بتديله شكل وطعم حلو اقدموا بقى بالطريقة دي مع اللحم واحط شوية سمسم كمان ايه رأيكم بقى في الطبق؟ الطبق رهيب ولو عايزين تحطوا فلفل حار طبعا بيبقى حلو لو عايزين ولو بتحبوه يعني سبايسي الاكلة دي بجد رهيبة سهلة وبسيطة مش قادرة اقولكم طعمها ايه بجد بجد لازم بقى تجربوها جربوها اقولولي ايه رأيكم اكتبولي تحت في الكومنتات اذا عجبكم الفيديو بقى متنسوش تدعموني بلايك اشتركوا في قناتي للناس اللي مش مشتركة فعلوا الجرس كمان علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة